بعالم المتصفحات على لينوكس وويندوز فالخيارات رغم أنها كبيرة إلا أنها بنفس الوقت تنحصر بين أنه إما أنك تستخدم متصفح مبني على فايرفوكس أو متصفح مبني على كروميوم متصفحات التيرمينال رغم أنها بتخليك تشعر أنك هارد كور يوزر بس ما بتناسب استخدامنا اليومي للإنترنت المعاصر باختصار بعد ما يقارب 15 أو 18 سنة من استخدام سايرفوكس انتقلت لاستخدام كروميوم بشكل أساسي ويومي وليس كروميوم العادي وإنما أن جوجل كروميوم اللي ما بيحتوي على أي أكواد أو برمجيات تبعث أي بيانات عن استخدامي للإنترنت لجوجل فكروميوم العادي متصفح ممتاز وأفضل من استخدام كروم بمليون مرة ورغم أنه مفتوح المصدر بالكامل بس بيحتوي على عدد كبير من الأسطر اللي بالأساس ما لها مخفية بحكم الطبيعة مفتوحة المصدر للبرنامج بس تتواصل مع جوجل بشكل مستمر وما في أي مجال نعرف إذا كانت هاي البيانات يعني ما زالت آمنة ولا لا والبديل الثاني اللي كان ممكن أني يروح معه هو بريف وأكيد كتير من المتابعين بيستخدموا هالمتصفح الغني عن التعريف وأنا ما عندي أي انتقاد أو موقف ضد هالمتصفح بس السبب اللي ما خلاني استخدمه هو لسبب أنا بنفسي ما بعرفه بس أنا ما حبيت المتصفح يعني ما حسيت بإنجزاب إلو من بداياته من أول ما طلع المتصفح وأنا استخدمته بس مثل ما حكيت يعني ما انجزابت إلو مع أنه كتير من المختصين بالأمن السبراني بيعتبروه أفضل بديل لمتصفح تور بالنسبة للناس العاديين مثلك اللي عمالك التابع الفيديو أو أنا نحن ناس عاديين آه وطالما إني ذكرت متصفح تور فاستخدامه كان خارج قائمتي لأني أولا ما لمهوس لدرجة الجنون لأني خاف عن أي حركة بعملها على الإنترنت وتاني شيء استخدام تور رح يكون فيه له آثار جانبية سلبية لأنه كتير من المواقع وخاصة المواقع اللي بتعتمد على سكريبتات جافة بشكل كبير ما رح تشتغل هذا الشي ناهيك عن أنه التصفح رح يصير أبطأ بكتير من المتصفحات العادية هلأ هدفي من الفيديو ما هو أبدا أني أمنع أي شخص من استخدام فايرفوكس أو بريف أو إقنعك بالأسباب اللي دفعتني لاستخدام كروميوم بس هي المشاكل اللي واجهتني مع فايرفوكس اللي كانت سبب انتقالي لكروميوم فالقصة بدت باختصار من وقت ما ابتديت استخدم كرت شاشة انفيديا وتوزيعت فيدورة مع فايرفوكس مسبت من مستودعات فيدورة الرسمية باستخدام الـ DNF وقتها ابتديت لاحظ أنه تجربتي للمتصفح صارت تعاني من كتير غليتشات وكتير مواقع وخاصة اللي فيها فيديوهات مثل يوتيوب والمواقع الإخبارية وقت افتح فيديو فالفيديو كان يعمل استاترينج كتير الفريمات الـ FPS تنخفض لما يقارب الـ 1 أو 2 FPS سواء كانت عمال يشوف فيديو 60 فريم ولا 30 فريم ولا 120 فريم بس كانت تجربتي لهذه المواقع ليس الجميع ولكن كتير مواقع وبعض فيديوهات يوتيوب ما كانت تشتغل من أساسها فبالبداية ظنيت أنه المشكلة من التعديلات اللي عملتها بالفيديو اللي حكيت فيه عن عمل هاردنينج لفايرفوكس لحتى نخليه أكتر أمان وأكتر خصوصية واللي أكيد رح أتركه بالدسكريبشن فرحت وحزفت كافة الكونفيج وارجعت لمتصفح خام بس المشكلة ما نحلت بعدين قلت ممكن يكون السبب من الكودكس باعتبار أنه نسقت فايرفوكس على مستودعات في دورة مقيدة بالكودكس الحرة فرحت وثبتت كل الكودكس من مستودعات RPM Fusion مع أنه هاي الخطوة ما لها مطلوبة لأني أساساً عم استخدم تعريفات انفيديا مغلقة المصدر بس كمان ما استفدت كل شيء وضلت المشكلة موجودة فقالت خليني جرب نسخة فلاتباك لعله وعسى يكون في بعض التحسن بس للأسف ما تغير أي شيء واستخدام فايرفوكس بنسخة الفلاتباك حرمني من إمكانية استخدام مدير كلمات السر بحكم طبيعة العزل اللي بتتم على حزم الفلاتباك بينها وبين الحزم المثبتة من المستودعات الرسمية للأمانة وقتها كان رايح عن بالي كنت نسيان أني ممكن أني سبت الكيباس اكس سي باستخدام الفلاتباك بس هذا الشيء دفعني لأني ابتدي استخدم البيت ووردن كمدير كلمات السر أساسي واستغنيت عن الكيباس اكس سي وطبعاً أنا كنت عامل فيديو حكيت فيه عن مقارنة بين هالمديرين أكيد كمان رح أتركه بالدسكريبشن فهلأ قبل ما حدا يقول بالتعليقات أنه المشكلة من تعريفات انفيديا أو المشكلة من فيدورا بحد ذاتها فأنا خطر ببالي نفس الخاطر بس على المتصفحات المبنية على كروميوم فالفيديوهات كانت تشتغل مثل السكرة فالتالي فالمشكلة لا هي من انفيديا ولا هي من فيدورا وطبعاً مو أنا الوحيد اللي واجهته هاي المشكلة لأني وقت اللي دورت على هاي المشكلة على الإنترنت يعني كانت المشكلة موجودة وفي كتير ناس عمالها تعاني منها فرحت وطبقت كل الحلول اللي لقيتها على المنتديات اللي لقيتها بالمواقع اللي لقيتها على الريديت يعني عملت كل التغييرات اللي ممكن انه تخطر على بال إنسان وبدون أي فائدة هلأ ممكن انه واحد يقول بالتعليقات انه أنا كتير سلبي ضد فاير فوكس بس على العكس تماماً أنا رغم هالمشكلة ضليت عمالي استخدم المتصفح لسببين السبب الأول انه أنا مالي حابب انه فاير فوكس كمشروع يموت لأنه للأسف المشروع أو المتصفح عمالها تتراجع شعبيته بشكل كبير يوم ورا يوم لصالح كروم وكروميوم والسبب الثاني انه فاير فوكس هو المتصفح الوحيد على لينوكس وليس على ويندوز على لينوكس اللي لقيته بيتعرف على ما إذا كنت عمالي استخدم الدارك مود أو اللايت مود بشكل أوتوماتيكي وإذا كانت الصفحة اللي عمالي زورها تدعم الدارك مود فبيتحول لهذا الوضع على هاي الصفحة مباشرة في حين انه على كروميوم فهي البوكس موجودة على لينوكس من أكتر من أربع سنين وجوجل لحد الآن ما حلتها ليش؟ لأنه طبعا جوجل ما لها فاضية إنه تحل هاي الأمور التافهة المشاكل التافهة جوجل مشغولة بإنه تطور برمجيات هدفها تجمع بيانات عنك ما إنها تحل هاي المشاكل والشي المضحك إنه هاي المشكلة على ويندوز ما لها موجودة فإذا كنت عمالك تستخدم كروم كروميوم بريف على ويندوز وعندك صفحة دارك مود وإنت عمالك تستخدم دارك مود فرح تشتغل في حين إنه إذا كانت الصفحة لايت مود فرح تضل لايت مود هلا ممكن إنكم تقولوا إنه أنا على كروميوم أو كروم ممكن إنه يغير بعض الفلاقات مثل إنه إذا جيت للكروم نقطين سلاش سلاش فلاق وحتدورت على الدارك مود رح شوف إنه في عندي أوتو دارك مود فور ويب كونتنت بس طبعا هاد بيقوم بتغيير كافة الصفحات وليس فقط الصفحات اللي فيها دارك مود وبيحط ألوان من عنده وليس الألوان اللي جاي بشكل افتراضي مع الصفحة في عندي كمان كتير من الاكستنشنز مثل الدارك ريدر الدارك ريدر كإضافة إضافة ممتازة وأنا بيستخدمها بشكل يومي بس أنا مو هاد الحل اللي بديها أنا بدي حل يكون حل جزري لهي المشكلة هلأ طبعا حل جزري للمشكلة ما لقيت بس قبل ما أبتدي تسجيل هاد الفيديو بأسبوع تقريبا يعني اليوم اللي قررت فيه إنه خلص ما عد استخدم فاير فوكس لإني بالأساس لقيت حل هو حل مانول بس يعني عطاني النتيجة اللي أنا عم مالي دور عليها فهذا الحل بيطلب إني إشي للترمينال وبعد ما دخل سواء كان الكروميوم أو الكروم أو البريف أو الان جوجل كروميوم اللي انتقلت لاستخدامه بعد ما ضيف هاد الاسم لازم إني ضيف option واحد فهلأ لو فتحت الoption هو ال--force-dark-mode طبعا هاد الكلام معنى إنه كل ما بدي استخدم المتصفح لازم إني إفتح الترمينال أنا ما بدي أعمل هاد الشي فكان الحل إني عدل ملف الديسكتوب الخاص بالكروميوم يعني إني ضيف له هاد الoption فهاد الملف باعتبار أنه أنا شغال على نسخة flatback فالمسار طبعه هو slash var slash leap slash flatback يعني مسار طويل بس بفتح هاد الملف وطبعا مع صلاحيات سودو ودورت على كل الأسطر اللي فيها اللي بتبتدي بكلمة exec وموجود هاد الملف فعندي كل الأسطر اللي فيها وإشيت بنهاية الملف أو بنهاية السطر ضفت هاد الفلاق طبعا الفلاق التاني اللي طالع على الشاشة اللي هو enable features هاد مالو بها الأهمية اللي كبيرة وإنما المهم اللي هو force dark mode هاد الملف هاد السطر ضفته بكل الأسطر اللي فيها exec فعندي بالنسبة للnew window في عندي بالنسبة للوضع المخفي وعندي بالنسبة للنافذة العادية طبعا هاد الملف لازم اني قوم بتعديله بشكل يدوي كل مرة بيصير فيها تحديث للمتصفح لهذا السبب حكيت انه ليس بالحل الأفضل وطبعا ما رح يكون عندي إما إلا انه يكون في عندي إما dark mode أو light mode وليس انه هو يختار بشكل أوتوماتيكي مثل النظير اللي موجود على windows والمشكلة التانية اللي كانت تمنعني من استخدام أي متصفح مبني على كروميوم بس أخيرا بالإصدار 107 أو 108 من كروميوم انحلت هي مشكلة تحريك محتوى الصفحة أو السكرولينج فبالإصدارات اللي كانت أقدم من هذول الإصدار من هذا الإصدار 107 كان انك وقت اللي تحرك صفحة وقت اللي تعمل سكرول بعجلة الماوس كانت تتحرك بسرعة أبطأ من سرعة السلحفات في حين انه على Firefox كانت تتحرك يعني مثل السكين بالزبدة يعني كانت في عندي سلاسة في عندي الصفحة تتحرك بشكل أفضل بس بالأخير يعني جوجل قررت انه تحل مشكلة السلاسة والسكرولينج وصارت يعني خيار مناسب اني فعليا انتقل ل كروميوم ومثل ما حكيت بالبداية فأنا ما رحت مع كروميوم العادي وإنما مع الانجوجل كروميوم وهلا أنا بعرف انه جوجل عمالها تحاول القضاء على كل الإضافات اللي وظيفتها منع الإعلانات على كروم وكروميوم بس هاي المشكلة أساسا أنا حاللها من زمن لأني بيستخدم باي هول كمانع إعلانات على نطاق كامل الشبكة المنزلية وليس فقط المتصفح كمان لإني بقدر التعب اللي بياخده إعداد فيديوهات يوتيوب أو منصات تانية فأنا ما بستخدم أي إضافة حجب إعلانات وقت اللي بكون عمالي يشوف فيديوهات غيري من الناس على يوتيوب والباي هول بحد ذاته ما بيحجب إعلانات اليوتيوب فلو كنتم مثلي من الناس اللي بتقدر مجهود غيرها من الناس والتعب اللي بياخدوا إعداد المحتوى فياريت تضغطوا زر اللايك لأنه ضغط زر اللايك بتسوى عندي الدنيا وإذا ما لكم مشتركين فبإمكانكم الاشتراك بالقناة فساعتها قلت خلص وصلت مع الفايرفوكس لنهاية المشوار وبدل ما أكمل مع كروميوم العادي حرحت مثل ما حكيت مع ان جوجل كروميوم اللي لحاله تثبيته قبل سنة أو سنة ونص كمشكلة على لينوكس لأنه ما كان في عندي الملف البايناري يعني بمعنى أنه أنا كنت مضطر أني أعمل عملية بناء للمتصفح من المصدر وكل ما يكون في عندي أبديت للمتصفح فلازم أني يعني استغني عن ما يقارب بين الأربعين دقيقة للساعة لقوم بعملية الكمبيليشن وهذا الشي على افتراض أني بعرف كيف ابني برامجي من المصدر بس الحمد لله الكروميوم أو الان جوجل كروميوم صار موجود على الفلات باك بمعنى أنه بغض النظر عن التوزيع اللي عمالي استخدمها أو الهاردوير اللي عمالي استخدمه فالان جوجل كروميوم ممكن أني سبته بدون أي تعقيدات وبالنسبة للناس اللي حابة أنها تستخدم الان جوجل كروميوم ف والتثبيت المتصفح للمرة الأولى مباشرة بعد التثبيت راح تلاحظ أنه الكروميوم ستور أو الكروم ستور المسؤول عن تثبيت الاكستنشنز ما راح يشتغل طبعا نحن بحاجة للاكستنشنز لأنه بنستخدمها بشكل كبير بس هل ممكن أني حل هاي المشكلة طبعا ممكن أني حلها فلو أجيت للمستودع المستودع الان جوجل كروميوم على الجيت هاب راح شوف بقسم الأسئلة المتكررة الف اي كيو لو أجيت للرابط اللي موجود هون ولو أجيت من الويكي راح شوف أنه السؤال التاني اللي موجود راح نضغط عليه راح يوديني لرابط تاني اللي هو كروميوم ويب ستور اللي هو عبارة عم مستودع تاني هي موجودة على الجيت هاب فلو راحنا لهذا الرابط كمان قبل ما نيجي للريليس راح نيجي للريد ذي فرست بالنسبة اللي بالنسبة للان جوجل كروميوم راح ننسخ هاد الفلاك اللي موجود به هاد القسم راح نعمل له نسخ راح يجي لتاب جديد واعمل له كونترول في راح شوف أنه هاد محدد باللون الأصفر راح غيره من الديفولت لالويز برومت فور انستول راح نقل له أوكي ورح نعمل ريلانش للمتصفح هلا لو اجينا لالكروم ويب ستور ولو دورت على اي اكستنشن لو اجيت لالبيت ووردن على سبيل المثال فتحناها شايف أنه ما طلع عندي اي شي طيب لو سكرنا المتصفح ورجعنا فتحنا مرة تانية ورجعنا دورنا على البيت ووردن مرة تانية وفتحناها راح شوف أنه زر الإضافة لكروميوم صار موجود عندي هلا النافذة التانية ما راح افتحها لأنه ما لها مطلوبة بس عماله وبهاد الشكل راح شوف أنه البيت ووردن انضافت وأي اكستنشن تانية بدي استخدمها على الانجوجل كروميوم راح تشتغل ضل نقطة واحدة اللي هي أنه على فاير فوكس وبريف أنا إذا كان في عندي أكاونت أو حساب على هدول المتصفحين فممكن أني أعمل مزامنة للبوك ماركس بين الأجهزة المختلفة اللي عمالي استخدمها سواء الكمبيوتر أو اللابتوب أو الجوال هلأ على الانجوجل كروميوم هاي الميزة ما لها متاحة لأنه ما في عندي حساب جوجل بس في طريقة يعني جميلة جدا ومفتوحة المصدر وبتحترم خصوصيتك بالكامل لعملية المزامنة وما بتطلب أي حساب على هاي المواقع إذا حابين تعرفوا كيف هاي الطريقة بتشتغل فتركوا لي هذا الكلام بقسم التعليقات وأكيد رح نعمل فيديو مستقل عنها عن كيفية المزامنة وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر